أبنائي وبناتي طلبة وطالبات التعليم الفني بناطة الوطن رفع الله شأنكم وبكم ورفع الله شأن بلدنا الحبيب مصر حلقة جديدة في منهجية القدرات المهنية Technical Education 2.0 والمقرر تطبيقها في طالق القطة القومية لتطوير التعليم الفني النهاردة نتكلم في الحقيبة التعليمية بتاعة حلقة اليوم مع الطلبة الدفعة المحظوظة طلبة الصف الثالث الثانوي الزراعي دفعة المحظوظة اللي بتحصل على بدل شهادة واحدة للدبلوم أو الثانوي الزراعي زي ما كان متعرف عليه في التعليم التقليدي بصورته السابقة هتحصل على شهدتين شهادة القدرات المهنية اللي هتأهلك للعمل في سوق العمل في شهادة معتمدة يصعب الحصول عليها إلا من خلال الصورة الرسمية أو الشرعية لوزارة التربية والتعليم والشهادة الثانية اللي هي شهادة الدرجات التي تؤهلك للالتحاق بالجامعة اللي بتفضلها لو أنت حصلت على المجموع المناسب وتلتحق بإحدى الكليات التكنولوجيا التطبيقية أو الجامعة الكليات اللي هي المناسبة لدخولها من السنوي الزراعي أي أن كان أو أي نوعية التعليم الفني اللي ممكن تلتحق بها حقيبة اليوم أو حلقة اليوم هنتكلم فيها مع طلبة فني حاصلات بستانية وإحنا طبعا طلبة فني حاصلات بستانية كنا التقينا معهم في الصف الثاني والصف الأول في وحدتين من تخصص أو لقاية النبات في مكافحة آفات الزينة في الصف الأول ومكافحة آفات الخضر في الصف الثاني وإحنا في الصف الثالث الفاصل الدراسي الثاني مقرر عليكم وحدة مكافحة آفات الفاكهة كنا تحدثنا في الحلقة السابقة وعرفنا بعض الآفات الخطيرة اللي بتصيب محصول الفاكهة وكنا تكلمنا عن حشرة سوسة النخيل الحمراء اللي هي دخلت لمصر من فترة قريبة إنما تأثيرها بيكون تأثير خطير هنروح نستكمل النهاردة حقبنا التعليمية بتعرف على بعض الضيوف اللي هما الغير مرغوف فيهم اللي هما بيتغزوا أو بيتعدوا على ممتلكتنا في محصيل الفاكهة وهنبتدي بإحدى الحشرات صغيرة الحجم شديدة التأثير من زوات الفم الصاقب الماص الحشرات التي قد لا ترى من بعض الأشخاص بالعين المجردة ولكن تأثيرها تأثير شديد على محصيل الفاكهة خصوصا أشجار أو بساتين الموز نروح نشوف أول ضيف حلقة النهاردة اللي هو من الموز حشرة من الموز الحشرة اللي معانا النهاردة من الردبة اللي تنتمي إليها ردبة نصفية الأجنحة الطور الضار عندي للحشرة اللي احنا شايفينها الحرية والحشرة الكاملة عدد الأجيال عندي في السنة أربعة إلى خمس أجيال يعني معنا كده ما شاء الله منتشرة طول السنة معانا بتنسبها جميع أجواء أو فصول السنة التطور هنا ناقص أو تدريجي يعني الحشرة لا تمر بطور اليرقة أو طور العزراء نوع أجزاء الفم زي ما احنا ذكرنا من النوع الصاقب الماص الحشرة دي لها عائل وحيد تسمى باسمه اللي هو حشرة من الموز وهو بتصيب الموز نخلي بأنه من الحد الاقتصادي الحرج للإصابة مجرد وجود مظاهر الإصابة اللي احنا هنتعرف عليها من خلال الشرائح السابقة ونشوف مبدئيا في فيديو يوضح طبيعة حياة الحشرة اللي احنا شايفينها اللي هي من الموز دي الحشرة بتتميز باللون اللي احنا شايفينه اللون الأغضر والجسم شبه الشفاف زي ما احنا شايفين في العرض الفيديو ودي حشرة المن الحشرة الكبيرة والحريات اللي موجودة أسفل أو بجوار الحشرة الكبرى دي هنا الحريات وحنا زي ما عرفنا في بداية الوحدة النهارضة الحرية هنا بتشبه الحشرة الكبرى اللي هي الحشرة الأم وبتتغذى بنفس طريقة التغذية بنفس أجزاء الفم وبتعيش نفس معيشة الحشرة الكبرى وبتتطور مراحل الحياة حتى تصبح حشرة كاملة وبتعيد دورة الحياة زي ما احنا شايفين كده في الفيديو طبعا الحشرة هنا بتنتشر بصورة شديدة لأنها من الحشرات شريدة التكاثر ومنها أنواعه بتسبب طبعا اللي هي الندوة العسرية وبالتالي طبعا الحشرة دي صديقة النمل لأن النمل هنا زي ما انت شايف بيتغذى على الافرازات الخارجة من عصارة النبات واللي بتفرزها أيضا حشرة المن مسببة ما يسمى بالندوة العسرية فبتقدي لإصابة متفاقمة من الإصابة بالنمل أو بتجمع النمل مع الحشرة دي أو تسبب الإصابة بالتجمع الأطريبة أو بتسبب برضو أيضا العفن الأسود نروح نلخص دورة الحياة للحشرة بتاعتنا هنا بيصيب المن طبعا قواعد الأوراق لأن الحشرة طبعا تعرفين الحشرة دي من حشرات ضعيفة منها بعض الأفراد المجنحة بتهاجر إلى نبات آخر لتنقل الإصابة وخصوصا الإصابة الفيروسية وبتعتبر أنها ناقل للعدوى طول 24 ساعة وقد تصل إلى 13 يوم حاملة الإصابة الفيروسية طالما هي تتنقل من نبات إلى آخر فبالتالي بتنقل الإصابة بامتصاص العصارة من نبات الموز وتسبب مرض خطير وتورد القمة في الموز ونحن شايفين على اليمين دي حشرة أبو العيد وده من الأعداء الحيوية اللي بتتغزى على الحشرة دي بتعتبر من طرق المكافحة الحيوية على أنها بتتغزى على الحشرة دي طبعا اللي بيساعد الحشرة دي على الانتقال طبعا احنا زي ما ذكرنا نها بتسبب تورد القمة في الموز وبيسبب سرعة انتشارها صغر حجم أوراق الموز وعدم تناسق وضع الأوراق والمكافحة هنا بتكون مكافحة بداية زراعية بأننا نتخلص من نبات الموز المصاب لأنه ما بيكونش عادة له علاج خصوصا في حالات الإصابة الشديدة الفحص الدوري لأشجار الموز للتأكد من عدم الإصابة القضاء على النبات المصاب ومع ذلك حرقه خارج المزرعة أو علاجه لو كانت الإصابة دي إصابة خفيفة وضع قليل من الجير الحي في موضع الإصابة وتم تركه الإصابة دي معرضة للشمس والتهوية لأن العامل الجوية والشمس الحريقة بتؤدي لقتل المن لأنه لا يتحمل درجات الحرارة الصابقة طبعا نشوف حشرة أبو العيد وهي بتتغزى على حشرة المن عن طريق الافتراس ودي تعتبر من طرق المكافحة الحيوية ده هنا حشرة أبو العيد زول 11 نقطة وبيسميها الدعسوقة الاسم الدارج لها دي من أهم مطلق المكافحة اللي إحنا ممكن نربيها ونستخدمها في مكافحة الحشرة اللي موجودة معانا النهاردة أو الضيف الرزل بتاعنا اللي هو من الموز اللي بسبب لنا خسائر في محصول الموز لا تحصى وممكن ينهي على حق الموز بالكامل نروح بعد كده نشوف المكافحة اللي أنا ممكن نستخدمها للموز بيكون عندي أنا المرض اللي بتسببه تورد القمة أو التبرقش وبيصيب مع الموز نبات الخوخ أو من الخوخ ومن الموز ومن القطن والتلبس وحشرات قشرية وبق ضقيقي كل دول أنا ممكن أستخدم لهم مبيد يسمى اللمبادة يامها بصورة بوضر بتركيز 12% بمعدل 25 جرام لكل 100 لتر ماء زائت زيت معدني بتركيز 1.5 سنتيمتر مكعب لكل لتر ماء وبعيد تاني وأكرر أنه لو أنا هستخدم كمية مية أكتر أنا هضع في كمية حسب حجم الألطار اللي أنا هستخدمها الحشرة الثانية أو الضيف الرزل الثاني اللي احنا شايفينه في الصورة ده واحنا أخواتنا المزرعين والمهتمين ببساتين وحضايق الفاكهة عارفينه اللي هو حشرة التين الفنجانية القشرية والحشرة دي بتاخد الإسم بتاعها من شكل الحشرة الردبة هنا عندنا ردبة الحشرة من ردبة نصفية الأجنحة الطور الضار اللي هو الحرية والحشرة الكاملة بمعنى كده أن التطور عندي نوع التطور ناقص أو تدريجي عدد الأجيال هنا أثنين جيل في السنة أنواع أجزاء الفم من النوع الصاقب الماص العوائل كتير الحمد لله يعني دي ممكن تصيب أي نبات من النباتات اللي موجود في إطار منطقة الإصابة زي التين زي الكمسرة زي التفاح زي المانجو زي الخوغ زي التوت زي الاسمين والحد الاقتصادي الحرج للإصابة موجرد وجود مظاهر الإصابة تلا ما ذكرنا كلمة الحد الاقتصادي الحرج للإصابة موجرد وجود مظاهر الإصابة تعالى نحكي يعني ايه الحد الاقتصادي الحرج بما أن انتوا طلبت سنة تالتة متخصصين مكافحة أفات يعني ده كترة النباتات طالب الصف الثالث انت طبعا على صدد خلاص التقييم النهائي يعني انت بعد الترمي ده وتنهي وحدتك عنهية ثلاث وحدات كاملة هنروح داخلين على التقييم النهائي فلازم تكون عارف ممكن المستثمر أو أثناء الاختبار الممتحن أو الممتحن النهائي يسألك سؤال يا ابني انت طبعا خلصت أنهية البرنامج بتاعك كفني مكافحة وفني حصرات بستانية لو انت روحت لقيت في المزرعة حشرة زي حشرة التين الفنجانية أو أيا كان نوع الحشرة اللي هو ذكره أنا هبدأ أعمليه انت تلقائيا هتقول لها روح أجيب الدواء أجيب المبيد وأبدأ أرش على طول في التقييم بتاعه هيديك جدير جدير وهي خليك تعيد السنة وتعيد على الأقل الاختبار اللي موجود قدامه اللي هو التقييم انت راجل فني مكافحة آفات ايا كان آفات دي خضر زينة فكهة عارف يعني ايه اسمه الحد الاقتصادي الحرج للإصابة هتقول له لا يا فندم ده أنا لما روح أوصل للحد الاقتصادي الحرج للإصابة هبدأ عملية المكافحة ومكافحة عندي هتكون مكافحة متكاملة بالتدريج طبيعي هيسألك طبيعي هو الحد الاقتصادي الحرج الحد الاقتصادي الحرج للإصابة اللي هو فيه تتعدى تكلفة المكافحة تكلفة الضرر اللي هو هتسببه الحشرة يعني أنا لو عندي الحشرة هتسبب مثلا أيا كان ضرر بمقدار مثلا ألف جنيه مثلا لو أنا المكافحة بتاعتي اللي أنا هصرفها هكلفها في حدود الألف خلاص أنا ما فيش مشكلة هسيب الحشرة زي ما هي ولمش لن ألجأ إلى طرق المكافحة إلا زي كانت مكافحة يعني ميكانيكية أو مكافحة حيوية أو مكافحة اللي هي البسيطة اللي مش هتكلفني ما بالا لو تعدى الضرر الحشرة هيوصال لي مثلا ممكن يكلفني ألفين أو تلاتة أو أربعة أو خمسة أيا كان الضرر حسب شدة الإصابة أنا هنا بأيقن أن أنا لازم في نقوص الخطر لازم أستخدم طرق المكافحة أيا كانت تكلفتها طالما لن تتعدى الضرر فأنا ببدأ أستخدم طرق المكافحة عند الحد الحرج للإصابة اللي هو تكلفت المكافحة عندي تكون أقل من الإصابة ده اسمه الحد الحرج للإصابة ده أنا بأستخدمه وبعرفه لكل الحشرات أتعرف على الحد الحرج طب أنت حد الحرج للإصابة ده عند إصابة خمسة في المية مثلا أو عشرة في المية أو عدد حشرات كل حشرة والمختصين أو المتخصصين ذكروا لنا حد حرج للإصابة يعني أنا ممكن بمجرد وجود حشرة واحدة مثلا أنا شايفها في المزرعة أو في البستان بأبدأ عملية المكافحة لأن أنا عارف أن الحشرة دي هتبدأ تنتشر وعارف أن هي تنتشر بصورة كبيرة فبالتالي أنا هبدأ عملية المكافحة في نوع تاني أنا بمجرد وجود مظاهر الإصابة في بعض الآفات لما أوصل مثلا لإصابة عشرة في المية من النباتات في نوع تاني من الآفات كل ده احنا بنذكره في كل آفة بذكر الحد الحرج للإصابة يعني إمتى أبدأ عملية المكافحة لو وجد عندي مظاهر الإصابة أو الحشرة دي موجودة عندي في البستان نروح تاني للحقيبة التعليمية نرجع تاني ونشوف بعد الحد الحرج للإصابة للحشرة بتاعت الحشرة القشرية الفنجانية عندي دورة الحياة للحشرة التين الفنجانية بتضع الأنسة البيض على الأفرع والسوق وبيفخص البيض إلى حوريات تتغذى وتنسالخ وتتحول إلى حشرة كاملة على الأفرع اللي احنا شايفينها كده أو على القلف الشجر حدوث تهيج برضو بالأنسجة في مكان الإصابة ويحصل تورم مستدير مرتفع الحواف بيجي منه اسم الحشرة في قاعة الورقة وبيكون ما يشبه الفنجان وده بيتم طبعا نتيجة امتصاص عصارة النبات مما يؤدي لضعف النبات وقد يؤدي إلى عدم عقد السمر جفاف الأفرع الطرفية في حالة شدة الإصابة طبعا لنتيجة امتصاص عصارة النبات عندي المكافحة هنا لو أنا هستخدم المكافحة هبدأ بالمكافحة الزراعية بتقليم الأفرع المصابة اللي هي موجود عليها الحشرات وطبعا التخلص منها في مكان بعيد عدم زراعة عوائل الحشرة البديلة من أشجار التوت وجوافة والنبأ طبعا بتكونش مجاورة لمزارع القشطة لأنها بتفضل نبات القشطة لو أنا لم تقدي نفعا طرق المكافحة الزراعية هلجأ لطرق المكافحة الغير مرضية تماما ولكن تؤدي لنتيجة لقتل الحشرة طبعا وإصابتنا إحنا كبشر بالأمراض اللي هو رش الأشجار المصابة مخلوط من الزيت المعدني أي نوع من أنواع الزيت المعدنية بنسبة 2% زائد مبيد اللي هو المالاسيون اللي احنا مشهور عندنا كفنيين مكافحة بنسبة 1.5 في الألف بيتم زابتهم في 60 لتر زيت معدني زائد 4.5 لتر مالاسيون لكل فدان وتضاعف الكمية دي في حالة زيادة عدد الأفدنة حشرة برضو هنا حشرة التين الفنجانية برضو تشابه الحشرة السابقة في الردبة الطور الضار عدد الأجيال هنا بيكون من 2 ل 3 أجيال في السنة التطور برضو ناقص أو تدريجي أجزاء الفم برضو من النوع الساقب الماص العوائل التين والعنب والجوافة ونباتات الزينة كافة ممكن تتطفل عليها الحشرة دي لحد الاقتصاد الحرج اللي احنا بنتكلم عنه بمجرد وجود مظاهر الإصابة حتى لو فيه نبات واحد فأنا بضطر أن أنا ألجأ لعوامل وطرق المكافحة دورة الحياة للحشرة دي بتتواجد هنا الحشرة أو ركز في الحشرة دي عشان دورة حياتها غريبة شوية بتتغذى بانتصاص العسارة وتضع الأنسة البيض أسفل جسم الحشرة بعد كده الأم أو الأنسة دي بتموت وبتحل الجسمها والأفراد الصغيرة بتتغذى اللي هو الحريات تتغذى وتنسالك وتتحول لحشرة كاملة وتعيد دورة الحياة فبتنتهي حياة الأم بفخص الحريات أو فخص البيض زي ما ما شفنا في شايفين في الفيديو المكافحة زي ما شفنا في حشرة الفنجانية بيستخدام أي زيت معدني مخلوط بمبيض المالاسيون بتركيز واحد ونص لكل فدان الأفعات الحشرية اللي بتصيب أشجار العنب والعنب من المحاصيل الهامة والاقتصادية أولها عندنا دهود السمار العنب وده حشرة من الحشرات اللي نحن بنشوفها ومنتشرة في بساتين أو كرم العنب الردبة أنا عندي من ردبة حرشفية الأجنحة الطور الضار عندي اللي هو اليرقة عدد الأجيال 3 أجيال في السنة نوع التطور تامي أنا بتمر بأربع أطوار الحشرة من البيضة لليرقة للشرناقة بعد كده للحشرة الكاملة نوع أجزاء الفم قارد في اليرقة وماص في الحشرة الكاملة أنا عندي الطور الضار عندي عادة اليرقة بتتم عن طريق قارد وراق النبات العوائل عندي هنا بتسيب العنب والتوت والبرقوق والخوخ ونبات الدالية من الزينة والحشائش كافة أنواعها الحد الاقتصاد الحرج بمجرد وجود مظاهر الإصابة معنا كده الحشرة من الحشرات شديدة الانتشار هنا دورة الحياة الحشرة دي زي ما احنا شايفين كده في الشرايح اللي احنا شايفين على الشاشة بتضع الأنسة البيض المخصف فردي على البراعم الورقية والزهرية وبعدين بيفخص البيض إلى يرقات لونها أخضر ذات رأسي سوداء تتغذى على السمار العنب وتنسج خيوط زي ما احنا شايفين كده تعمل تشابك في عنقود العنب وبعدين تتعذر فيها اليرقة تصبح أو تكوم شرنقة حريرية تتحول بعدها إلى حشرة كاملة أو فراشة كاملة تعيد دورة الحياة مرة أخرى دي زي ما احنا شايفين دي الشرنقة الشرنقة وهنا اليرقة أو بنسميها الدودة الخضراء المخاصة للحشرة مظاهر الاصابة اللي انت ممكن تروح تشوفها في بستان في بستان العنب على أشجار العنب لما تروح تمر أو يطلب منك أن تقوم بعملية الفحص زي ما انت شايف كده على الشريحة بتتغزى اليرقاط الجيل الأول على البراعم والأزهار مما يسبب جفاف البراعم والأزهار وعدم العقد الجيل الثاني هنا تتغزى فيه اليرقاط على السمار الحديثة بينما تتغزى على لب السمار والبزور في الجيل التالي بتتغزى اليرقاط على السمار اللي اختربت من النضج فتسبب التعفن والسقوط زي ما احنا شايفين كده في الشريحة اللي انت شايفها في الجيل الرابع بتعمل على ترابط السمار وتكتلها بفعل خيوط حرارية بتنتجها الفراشة على زي ما احنا شايفين كده وجود اليرقاط على حبات عنقيد العنى ودي شايفين برضو في الصورة هنا او في الشريح اللي انت شايفين هاليرقاط وهي بتتغزى على عنقيد العنى برضو دي عراض الاصابة المكافحة هنا بتنحصر في مكافحة زراعية التقليم الجيد خلال فصل الشتاء وتخلص من الاجزاء المصابة والبيوت جامع الاوراق المتساوق ده وحرقها بيجي السؤال ده هنا دايما في الصورة علل وده بيتم القضاء على العزار الموجودة داخل الاوراق المتساقضة التخلص من الحشائش وتنظيف قلف الاشجار لقتل العزار الساكنة خلال فصل الشتاء اثناء فترة سكون الحشرة واخيرا المكافحة الكيموية بيتم الرش باستعمال احد المبيدات الموسى باستعمالها زي مبيد الجاردون بتركيز خمس خمسين في المية بمعدل ستة كيلو جرام في الفين لتر ماء لرش كل فدان يعني معنى كده ان كل فدان عنب بياخد عندي الفين لتر ماء ومعدل التركيز بتاع المبيد خمسين في المية باوزن ستة كيلو جرام وبيتم ازابتهم في نص كمية المية ووضعهم على نص كمية مية ثاني في مطور الرش بعد التصفية جيدة الضيف الرزل اللي معنا بيسيب برضو معنا قفات العنب بق العنب الدقيقي اسم الرطبة عندي هنا من رطبة نصفية الأجنحة الطور الضار الحرية والحشرة الكاملة عدد الأجيال اتنين جيل في السنة نوع التطور ناقص أو تدريجي نوع أجزاء الفم من النوع الصاقب الماص العوائل التين والعنب والجوافة ونباتات الزينة وزي ما احنا ذكرنا وعرفنا يا ابناء وابنات الطلاب أن القافة ممكن تصيب عندي أي نباتات تجدها في محيط الإصابة الحد الاقتصادي الحرج للإصابة ومجرد وجود مظاهر الإصابة بتاعت في حقل الغنة دورة حياة الحشرة دي عشان الحشرة دي من الحشرات اللي هي المنتشر عندنا طبعا هنا يقضي بقى الدقيق ده فص الشتاء في طور البيضة أو على صورة أطوار صغيرة جدا موجودة في أكياس قطنية مختبئة لأنها لا تناسبها درجات الحرارة المخفضة بتكون مختبئة تحت قلف الأشجار وفي الربيع تنشط الحشرات دي وتتغزى الحريات على النموات الحديثة وبتتحول بعد كده الحشرة كاملة تضع البيض في أكياس قطنية على قلف الأشجار يعني انت ممكن تلاقي الحشرة دي موجودة في فصل الشتاء بس في صورة ساكنة أسفل القلف أو في الأوراق الساقطة أسفل الأشجار عشان كده النظافة هنا مهمة جدا مظاهر الإصابة اللي ممكن انت تلاحظها لو انت نزلت تعمل عملية فحص لمحصول العنب عشان تفحص حشرة زي الحشرة بتاعتنا دي هتلاحظ إفراز الندوة العسلية وتلوص عنقيد العنب زي ما انت شايف كده في الشريحة أو تلاحظ تشقق العناقيد وتعفونها بفعل لفطليات العفن الأسود نتيجة قطع والسقوب التي تحدثها الحشرة أثناء امتصاص العصارة بلجأ في التقليم لو في التقليم بالعمليات الزراعية أثناء التقليم بعمل عملية تقليم جيدة خلال فصل الشتاء أثناء سكون الحشرة بإزالة كل الأجزاء المصابة تقشير القلف وحرق المخلفات اللي هي موجودة في حالة الإصابة حتى إذا كانت الإصابة غير شديدة المكافحة كيموية برضو اللي احنا بنفضلها مع بعضنا كده في عندي رش بيتم في الصيف فقط في فترة نشاط الحشرة باستخدام زيت المعداني بتركيز 95% بمعدل 1.5 لتر كل فدان وبيضغوبهم في 100 لتر ماء أو الرش الشتوي باستخدام زيت المعداني مصرونة بتركيز 80% بمعدل 2.5 لتر لكل فدان وبيتم إزابتهم في 100 لتر ماء ويتم تصفيتهم جيدا مرارا ومتكرارا حتى لا تعمل على انسداد البشابير الخاصة بمطور الرش وتؤدي إلى تلفه وبالتالي انت ممكن المبيد تخسر تكلفته في دودة ثانية عندي اللي هي دودة سمار العنب برضو من الأفات اللي هي بتصيب عندي العنب وهنا في احنا ذكرنا الحشرة دي ذكرينها من الشريحة السابقة بتتغذى فيها اليرقات دي جيل الأول على البراعم والأزهار مما بيسبب جفاف البراعم دي هنا ويؤدي في النهاية إلى انخفاض شديد في المحصول وبالتالي الشريحة زي ما نشافين بتحدد الإصابات دي جيل الأول والجيل الثاني والجيل الثالث وجيل الرابع فهي بتصيب محصول العنب في جميع مراحل نمو فبتأدي إلى تلف جميع المحصول تقريبا لو لم تتم مكفحتها في بداية النمو وبتتغذى هنا اليرقات طبعا في الأربع جيال على المحصول نروح نشوف هنا دودة سمار العنب وهي عايشة بتمارس طبعا مظاهر الحياة بتاعتها ونشوف مظاهر الإصابة وطريقة التغذية أو طريقة إحداث الإصابة والضرر اللي بتأديه في المحصول دي هنا اليرقة بتاعت دودة سمار العنب نحن شايفين كده اليرقة طبعا بتتميز بكبر الحجم وهي بتتغذى عن طريق قرض الأجزاء الخضرية من النبات والأوراق لازم نحن شايفين كده الشكل المميز جدا ليرقة دودة سمار العنب وتتميز كبر حجم اليرقة فنلاحظ الإصابة كما نرى في الفيديو ونرى هنا أعراض الإصابة نتيجة امتصاص العسارة أو قرض الجزء من النبات وهنا بتؤدي لتشقق الحبوب أو سمار العنب فأنا بيتم طبعا مكافحتها عن طريق التقليم هنا طبعا اليرقة وأنت أثناء الفحص لو أنت مريت بجوار الحركة هتحس اليرقة هتحس كده أن الحركة في حالة سبات وغير متحق تحس أن اليرقة ميتة كده في حالة سكون بدأتحرك بس في حالة أنت مشيت أو عدم شعورها بالخوف فتبدأ تتحرك وتمارس طبيعة حياتها تتغزى بعد على الحشرة برضو من الحشرات التي تفضل الشمس الحارقة فتفضل أماكن الظل والرطوبة العالية فأنت تراعي التسميد الجيد والري الجيد عشان تتلافى أعراض الإصابة بدودة سمار العنب وإحنا عارفين الطور الضار اللي احنا شايفينه في الفيديو دامن الفيديوهات المتميزة اللي احنا بتكون في صعوبة نحنا نعصر عليها دي هنا يرقة دودة سمار العنب اللي ممكن تلاحظ على حضرتك أثناء الفحص وبالتالي هنا هتتحدد أعراض الإصابة أن دي موجود عندي هنا دودة سمار العنب في محصول العنب المكافحة الزراعية زي ما احنا ذكرنا سابقا والمكافحة الكيميائية برضو احنا لسه ذكرنا بقى العنب الدقيق برضو احنا تعرضنا لي دام للأفات اللي هي الشديدة الانتشار عندنا في الإقليم المصري اللي بتنسبها درجات الحرارة في الإقليم المصري دي اسمه ردب عندنا نصفية الأجنحة الطور الضار الحرية والحشرة الكاملة زي المن وزي بقية أنواع البق الدقيقي الاسترالي او البق الدقيقي المصري احنا عندنا ثلاث أنواع من البق الدقيقي عدد الأجيال هنا اثنين جيل في السنة فهي لا تنتشر انتشار كبير نوع التطور عندي ناقص او تدريج نوع اجزاء الفم زي بقية الحشرات صغيرة الحجم من النوع الساخب المص العوائل عندي التين والعنب والجواف ونباتات الزينة الحد الاقتصاد الحرق للإصابة من مجرد وجود مظاهر الإصابة عندي دورة الحياة هنا بيقضي نفس طبيعة بق الدقيقي او نفس طبيعة الحياة ودورة الحياة الخاصة بنوعيات البق الدقيقي الاخرى طبعا طرق التقليم هنا عندي التقليم الجايد بيتم خلال فصل الشتاء وتقشير القلف زي ما احنا ذكرنا في البق انواع البق الدقيقي السابقة والرش برضو بيتم بنفس طريقة المكافحة رش سيفي ورش شتوي بنفس استخدام المبيدات اللي هما هيتكرروا عندي دائما مبيد بسرونة او بتركيز 95% دول انا بستخدمهم في كل انواع البق الدقيقي المستخدم النوع الثالث انا عندي من الافات او الحشرة برضو اللي هي دقيقة صغيرة الحجم اللي هي تريبس العنم الردبة هنا هتتغير اسم الردبة هنا هطبية الاجنحة الطور الضار عندي الحرية والحشرة الكاملة عدد الاجيال 6 جيل في السنة ودي من الحشرات اللي منتشرة جدا عندنا في الاقليم بتاعنا تطور عندنا هنا ناقص نوع اجزاء الفم مختلفة عن البق الدقيقة وعن المن من النوع الخادش الماص وليس الصاقب الماص العوائل هنا العنب الخوخ البرقوق التفاح الكم مصر الورد هنا مصر فين الحد الاقتصادي الحرج للإصابة هنا برضو بتنتشر عندي او ببدأ حشر التلبس العنب وتعيش ازاي وتتكاصر وتضع البيض ازاي واعراض الاصابة اللي احنا ممكن نلحظها من الفيديوهات المتميزة الموجودة معنا على قناة مصر للتعليم الفني اللي ممكن ترقالها في اي وقت ونحنا بنرحب طبعا باستفسارات الحشرة اللي احنا شايفينها دي بتشبئ حشرة المن في صغر الحج حشرة برضو مستطيلة مطاولة الجسم الجناح هي من هدبية الاجنحة الجناح مستقيم عليه هداب عشان كده بتسمى مستقيمة الاجنحة دي هنا بتوضح الاصابة او مظاهرة الاصابة على الاوراق واماكن الختش ومكساس عصارة النبات النباتات وفي منها بعض الافراد المجنحة اللي بتوضح جسم الحشرة والاهداب اللي موجودة على الحشرة دي هنا الحشرة اللي هو تلبس العنب هنا طبعا الحريات دي اثناء الحشرة اثناء وضع البيض على البشرة الخارجية لسطح الورقة وبالتالي بيفغص البيض الى حريات صغيرة الحجم تشبه الام او الحشرة الكبرى بتنمو وتتغزى وتكبر وبعدين تشبه الام وبعدين تعيد تتكسر وتبيض وتعيد دورة الحياة مرة اخرى نروح نشوف دورة الحياة لحشرة التربس بتضع الانسة هنا زي ما احنا شايفين البيض فيه انسيجة النبات بوصلة قلت وضع البيض وبعدين بيفغص البيض الى حوريات صغيرة تتغزى وتنسلخ ويزداد نموها وهي نفس على شاكلة الحشرة الكبرى وده طبعا بيأثر في الفقص والتكاسب درجة الحرارة وبعدين بتتحول الى الحشرة الكاملة اللي بتعيد دورة الحياة عن طريق النهاتبيض وهكذا تعيد دورة حياتها مرة اخرى مظهر الاسابة اللي ممكن تلاحظها انت على المحصول العنب بتتغزى هنا الاوراق على الحشرة التربس على الاوراق فتؤدي الى الاوراق تلتف حول نفسها وتلاحظ الاسابة برضو على الصمارة الحديثة في حالة الاسابة الشديدة تتجعد وتجف وتسقط زي ما احنا شايفين كده ممكن تلاحظ ان عنقود العنب يصبح بالشكل وبالمنظر اللي انت شايفه لو لم توجد الاسابة على الاوراق ولكن نادرا ان الاسابة تكون على العنقية فقط دي هنا مظاهر الاسابة اللي ممكن تلاحظها على الاوراق المكافحة هنا انا بكافح حشرة التربس بنفس طرق المكافحة للحشرات ذات اجزاء الفم الصاق بالمص باستخدام البراش زيوت المعدنية زي ما احنا استخدمنا في حشرة التربس او حشرة المن السابق دراسته نروح بعد كده لمحصول تاني من محصيل الفاكهة اللي هو افات او اشجار الرمان وبتصيب برضو بعض الافات المتميزة المسمع باسم المحصول اولها دودة سمار الرمان ودي برضو من المحصيل اللي بتسبب خسائر كتير عندنا في بساتين الفاكهة احنا شايفين الفراشة موجودة عندنا في العشاشة اسم الرطبة هنا من النوع اللي هي حرشفية الاجناحة وزي ما عرفنا معنا كلمة حرشفية الاجناحة عادة رطبة حرشفية الاجناحة بتكون الفراشات ملونة نتيجة وجود الحرشيف الملونة على الجناحين الامامين للفراشة فبتسمع بذلك من رطبة حرشفية الاجناحة الطور الطور الضار عندي اليرق عدد الاجيال لها الحشرة ثلاثة اجيال في السنة نوع التطور طبعا من نوع التطور التام اللي هو بتمر بجميع مراحل التطور من بيضة اليرق لعزراء لحشرة كاملة نوع اجزاء الفم قارد في اليرق وده اللي بتسبب عندي الضرر وماص في الحشرة الكاملة العوائل عندي الرمان وبتصيب نبات البلح ونبات الفتنة والصم والخروب وقرون الفول الحراتي او الفول البلدي العادي دورة الحياة للحشرة دي هنا بتضع الانسة البيض بصورة فردية على قشرة سمار الرمان او على السطح الداخلي للكأس على الاوراق والافرع وبعدين بيفقص البيض الى يراقات تدخل السمارة وتتغزى على المحتويات الداخلية من فتحة الدخول الى ان تصل الى السائل من الداخل بتتحول بعد كده الى عزراء ثم الى حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة زي ما احنا شايفين في الشريحة ودي مظاهر او دورة الحياة في حشرة دودة سمار الرمان من عراض الاصابة برضو تعالوا نشوف كده طبيعة معيشة دودة سمار الرمان احنا طبعا الطور الدار عندنا زي ما احنا ذكرنا انه عبارة عن اليرقة او بنسميها الدودة ودي لو احنا شايفين من مظاهر الاصابة لو انت بتنر في المزرعة هتلاحظ الفتحة اللي انت شايفها دي فتح الدخول وخروج انت شايف ان السمارة الرمان صغيرة الحجم نتيجة التمتصاص او الاصابة وهتلاقي لو انت فتحت سمارة الرمان هتجد اصابة بفطر العفن الاسود وهتكون غير صالحة للاستلاق فهنا بيتم فاقد بعد البزور وبتتلف السمار وتصبح غير صالحة للاستهلاك اصابة السمار بالفطريات من خلال الفتحة اللي احنا شايفينها بيظهر اصابة للاية بقع مستديرة واضحة المنظر ذات الون الاسود بتسبب ايضا لتخمر اجزاء السمرة وتصاب بعض الخنافس والزباب وخصوصا زبابة الدروسوفيلا يسبب ايضا قل التلوين السمار زي ما انت شايف كده في الفيديو سقوط عدد كبير من سمار الرمان وبتأدي طبعا الى خلال في المحصول عندي مكافحة لدودة سمار الرمان اولها المكافحة الزراعية بازالة اشجار الصنط لما اذكرنا العوائل من اهم عوائل الرمان اشجار الصنط والفتنة الموجودين بالقرب من مزارع الرمان ودي بتيجي ايضا في صورة علل ازالة اشجار الصنط والفتنة الموجودة بقرب مزارع الرمان هتقول له لان قرون الصنط من العوائل المفضلة للآفة بتتكاسر عليها وبذلك بتكون مصدر للعدوى للأماكن القريبة من زراعة للصند. في عندي مكافحة ميكانيكية عن طريقة كييس سمار الرمان قبل الإصابة طبعا بكاسم الورق المثقب بعد عملية العقد بحوالي سبعين وده المنع الفراشات من وضع البيض على السمار وبالتالي ينتج عندك محصول خالي من الإصابة. فيه برضو الحشرة التانية برضو من الحشرات اللي هي صغيرة الحجمة شديدة التأثير اللي هو من الرمان أو من الدوران نريح شوية من الحشرات دي ونتكلم بس عشان ما نفصلش عن وسائل وسائل التقييم. احنا هنا عندنا كم من الآفات قد يكون في محتوى كبير. بس أنا حاولت أن أجمع لحضرتك الحشرات المتشابهة مع بعض يعني أنت لو أنت هتتعامل مع حشرة من فتقريبا مظاهر الإصابة ودورة الحياة هتلاقيها شبه بعض. فأنت مش هتتعب أنت حشرات المن ليهم نفس عراض الإصابة. هتلاقي لهم نفس طرق المكافحة هي هي اللي بتتكرر مع كل حشرات المن. حشرات التي تتغذى أو ذات أجزاء الفم القارط لها طرق مكافحة معينة تتشابه فيما بينها. حشرات اللي هي زوات الفم الصاقب المص زي المن والتريبس. أيا كان نوع المن. من الدورانتا. من الموز. أي نوع من أنواع المن. نفس طريقة المكافحة. وعراض الإصابة نحن بنكافح الحشرة على حسب طبيعة التغذية أو طبيعة المعيشة لها. عشان كنا نحن بندلس دورة الحياة. بنشوف أجزاء الفم الخاصة بكل حشرة. وطبيعة معيشتها علشان نحدد نوع المكافحة. عشان أنت ما تحسش أن فيه كم كبير من الآفات وتحصل معك أنك تتلغبط فيه. ويحصل نفس ما بين أعراض الإصابة. أنت عايزك تحدد أو تعرف أن معنا كلمة الحشرة أو أنا هكافح الحشرة بحسب أجزاء الفم أو حسب طبيعة الحياة وأعراض الإصابة. معي. والأهم الشغل الشغل بتاعك أن أنت في التقييم تكون عارف مظاهر الإصابة لكل حشرة من شكل الحشرة. أو قد تفاجأ أن الحشرة غير موجودة لها يكون موجود عندك مظاهر الإصابة بس. فأنت من مظاهر الإصابة بتحدد نوع الحشرة اللي أنت هتكفحها. وبالتالي أنت غير ملزم أن أنت تشوف الحشرة غير ضروري. أنا ممكن أحدد الإصابة والحشرة بتاعتي من خلال مظاهر الإصابة. وبالتالي أعرف نوع الحشرة اللي موجودة عندي في الحقل أو في البستان. وهأحدد نوع المكافحة اللي أنا هكافحه أو إمتى هكافح من خلال أعراض الإصابة. نروح نكمل بعد كده نروح لمن الدورنت. دي حشرة زي ما إحنا لسه ذكرين كده. إن هي حشرة من حشرات أجزاء الفم الصاقي بالماس. يعني زي جميع أنواع المن اللي إحنا ذكرناها في الوحدات بتاعتنا. اسم الردبة هنا نصفية الأجنحة. طور الضار والحرية والحشرة الكاملة. عدد درجية الأربعة وخمسين جيل في السنة. يعني ما شاء الله عليها. مستمرة معنا صيف وشتة وخريف ومأنسة معنا طول السنة. نوع التطور بتاعنا هنا ناقص أو تدريجي. آآ العوائل اللي معنا الرمان ونبات الحنة ونباتات الزينة بكافة أنواع لأنها ما شاء الله عايشها طول السنة. فمش بيفرق معها نوع النبات. أهم حاجة في نباتات موجودة وخلاص. دورة الحياة طبعا زي ما إحنا لسه ذكرين كما سبق في المن. أي نوع من أنواع المن هو بيكون نفس طبيعة الحياة زي البشر كده. نفس دورة الحياة مكررة. مهما كانت جنسية أو نوعية أو طبيعة أو بيئة أو مكان وجود البشر. فبتتكرر برضو في المن دورة الحياة والمظاهر الإصابة والضرر والمكافحة. عشان ما تحترش كده كل أنواع المن أو وصابات المن هي بتتشابه فيما بينها. نروح لفصيلة تانية اللي هي أشجار الحلويات. طبعا الحلويات دي اللي هي مش البسكوت والحلويات اللي إحنا بنقولها لا أشجار الحلويات دي اللي هي التين والخوخ والمشمش دي بدوا يسمى عندنا الأشجار الحلويات. أول ضيف فيهم من الحشرات اللي هي بتصيب الفصيلة دي أو العائلة دي برضو من. واسمه من التفاح الزغبي أو بنسميه الصوفي. الردبة بتاعته لو احنا لحظنا على طول عشان نعرف طرق المكافحة. الردبة نصفية الأجنحة. الطور الضار الحورية والحشرة الكاملة. احنا كلام ده تكرر في كل حشرات المن اللي احنا ذكرناها. عدد الأجيال اربعة وخمسين جيل في السنة. زي بقية أنواع المن. نوع التطور ناقصة وتدريجي. نوع عجزاء الفم اللي احنا بنكافح على أساسه. من النوع الساخب الماص. العوائل عندنا تفاح كمسرة. سفرجها الحور. ودي هنا النباتات اللي بيفضلها النوعية دي من المن. دورة الحياة نفس هي دورة حياة أنواع المن. بتلد الأنسة الحوريات مباشرتها. فتنمو وتنسلخ وتتحول لحشرة كاملة. وبدورها تلد بكرين في حالة الظروف البيئة الغير مناسبة. فينمو جيل من الحوريات المجنح. عشان تنتقل إلى بيئة مناسبة. بتكون بتغطي طبعا الشجرة بصورة مكسفة. وبتطير بحثا عن عائل آخر مناسب. ولما بتنتقل هناك بتنتج لناس أفراد زكور. إلا في حالة انقفاض درجة الحرارة. فبالتالي بترتكز في مكان الإصابة. وتعالى ونروح نشوف مظاهر الإصابة بالحشرة بتاعتنا بتاعت النهاردة. تمتص طبعا وصارت النبات بشراحة. وتؤدي إلى تهيج الأنسجة النباتية. وتورمها. وتكون الإصابة زي ما احنا شايفين كده في الفيديو بصورة مكسفة. بتكون مجموعة من الأورام قريبة من بعضها. مع وجود زغب أبيض. عشان كده بيسمى المن الزغبي. عشان نظر لوجود كمية الزغب اللي هي موجودة عنده على الشريحة. وبتأدي الوقف نمو الأشجار وقصر جزور النبات. لو انت حبيت تشوفها أسفل سطح التربة. بيتأدي برضو لموت الأشجار الحديثة والشتلات الصغيرة في السن. في بداية نموها. نتيجة امتصاص العصارة وضعف النبات. وبنكافح الحشرة دي عن طريق زراعة شتلات سليمة خالية. تماما من الإصابة من مكان يكون موصوق منه. ولو أنا شايف ان الشتلات دي مشكوك فيها فبتم غمساها في محلول من مبيد المالاسيون بالتركيز مناسب. وبعد كده بيتم إزالة أشجار الحور الموجودة حول لبستين التفاح. لأنها بتكون مصدر عدوى لأشجار التفاح. والتقليم الجيد ده من أهم وسائل المكافحة الزراعية والتسميد المناسب للأشجار ونظفة اللبستين. وخصوصا التفاح والكميترة من الحشاش اللي موجودة أسفل الأشجار. لأنها بتعتبر من أهم العوامل اللي بيتجمع عليها الحشرات دي. وبتضع داخلها البيض ويفخص بعد كده إلى الأفراد أخرى ممكن تؤدي لتفاقم الإصابة. المكافحة هنا الكيموية بيتم الرش باحد الزيوت المعدنية زي ما ذكرنا. وزي مثلا زيت الرؤية الـ 95% احنا سمعناها بكده بمعدل واحد ونص لتر لكل فدان بيتم زابط اللتر ونص دول في ميت لتر ماء. وهكرر برضو تاني حسب الكمية اللي أنا برشها لو زودت عن مية فأنا بزود الواحد ونص لتر دول حسب الكمية اللي أنا هستخدمها في الرش والكلام ده بيتم للفدان. من الأفات برضو اللي بتصيب فصيلة أو عائلة الحلويات حفار ساق التفاح اللي احنا شايفينه في الشريحة دي. دي من ردبة حرشفية الأجنحة. الطور الضار عندي اليرقة اللي هي بنسميها الدودة يعني. عدد الأجيال عندي جيل واحد كل سنتين. التطور عندي نوع التطور تام. نوع أجزاء الفم. قارض في اليرقة وهي اللي بتسبب عندي الضرر. باص في الحشرة الكاملة. هي بتمتص عصارة النبات. بس مش بالصورة المؤذية اللي أنا باعتبرها. فالعوائل عندي هنا. الكميسرة والتفاح والرمان والسفرجل والبرقوق والخوخ. نبص لحد الاقتصاد الحرج هنا بمجرد وجود مظاهر الإصابة. يعني ظهور أول فراشة في البستان. فأنا ببدأ على طول عملية المكافحة. لأن هنا الحشرة بتكون حشرة منتشرة. أول ما بشوف الفراشة معنا كده أن في يرقات موجودة في البستان عندي. وهتظهر بعد كده وتتكسر وتنتشر. طب دورة الحشرة هنا بتنشط الفراشات في فترة المساء بالليل. وبتضع الإناس البيض زي ما احنا شايفين على أفرع. النبات بيفقص البيض إلى يرقة زي اللي احنا شايفينها كده. بتتغزى وتنسلخ. ويصل عمر وطول اليرقة إلى عامين أو ثلاثة. ثم تتحول إلى حشرة كاملة وتعيد دورة الحياة مرة أخرى. بتحفر طبعاً اليرقات داخل الأفرع زي ما احنا شايفين كده. وبتسبب جفاف الأفرع المصابة وصورة الكاسر بفعل الرياح والصمار. وهذه تعتبر من الحشرات اللي هي شديدة الإصابة. لانه بسبب ضعف الأشجار وقلة الصمار. يا بنات الطلاب انا عايز اكتفي بهذا القدر من المعلومات الشيقة والقيمة اللي احنا اتعرفنا نعرضها. واعرفنا مجموعة مع بعض من الآفات اللي هي تأثيرها شديدة. خصوصاً حشرات المن والتريبس. والحشرات اللي بتصيب بعض المحاصيل الاقتصادية اللي احنا طبعاً بتمثل ان استثمار قوي بالنسبة ليك لمزرعتك او لمؤسسة اللي انت متشرف عليها. برضو عايز خليك تنتبه او تركز على البروتوفايل الخاص بك. عايزك تتلافع كل الاخطاء اللي انت نسيتها في السنوات السابقة. انت طالب الصف الثالث. فانت كده بتكون ملف الانجاز الخاص بك اللي هيروح للتقييم النهائي. فعايزك تركز فيك معاك على ملف او ادلة الدعم او التوسيق. اللي هي الادلة الداعمة. زي الصور الفيديوهات. بقدر الامكان تجمعك بقدر منه. ان ده يتحول معاك الى درجات. طبعاً بجانب مرفقات التقييم اللي هي بطايق الملاحظة. وقادلة التساؤل. تتأكد بنفسك ان كل ده موجود عندك في البروتوفايل والخاص بك اللي انت هتاخده ان شاء الله بعد ما تحصل على درجة جدير. وتنهي التقييم النهائي اللي هيتم بعد تقييم الوحدات. اتمنى لكم ابنائي وبناتي الاعزاء. ان تكونوا المستقبل مشرق. مشرق وتعملوا او طلاقوا فرص عمل. طليق بكم كفني حاصلات بستانية متميز. يطلبوا او نفتخر بي احنا في سوق العمل نظر الكفاعتك الفنية والمهارية في مطمئة العمل. ابنائي وبناتي الطلاب. اتمنى لكم اللقاء قريب وانتم ناجحين ان شاء الله في المضمار العمل او الدراسة القمعية. اشكركم والى اللقاء.